تستمر اليوم فعليات القمة العالمية للتغيير المناخ بحضور قادة ورؤساء وحكومات وقالت نائبة الرئيس الأمريكي كامال هاريس قالت إن الولايات المتحدة ستقدم ثلاثة مليارات دولار إضافية لصندوق المناخ الأخضر هذا ونصت نسخة أولية لمشروع اتفاق سيناقشه مفاوض نحو مئتي دولة خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 28 على أن ينبغي على العالم أن يخفض استخدام الوقود الحفوري أو أن يتم التخليع هذا وبدأ الوفد السعودي إلى القمة قمة المناخ مشاركته في القمة المنعقدة في دبي عبر عدة جلسات وعلى مداره هذا اليوم من المقرر أن يشارك الوفد السعودي في جلسات حوارية تستعرض رؤى ومبادرات المملكة العربية السعودية الهادفة لتحقيق أهداف مكافحة التغير المناخي العالمي والتحديات القادمة سيكون وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على رأس الوفد المشاركي في تلك الجلسات وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا موفدة الشرق في دبي زميلة دانيا المعايطة أهلا وسلم بك دانيا معنا في هذه النشرة إذن ما الجديد في جلسات اليوم وما الجديد أيضا في الوفود القادمة إلى دبي المشاركين في هذه القمة نعم عبد الله يعني تستمر أعمال القمة في يومها الثالث اليوم كان هناك استمرار لكلمات بعض من قادة الدول والرؤساء وأيضا المسؤولين من مستوى مرتفع ومستوى عالي مثل اليوم كان هناك كلمة للرئيس الفرنسي إضافة كما تحدثت إلى نائبة الرئيس الأمريكي وكان هناك إعلان بتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم ثلاث مليارات دولار فيما يخص موضوع العمل المناخي أيضا من ضمن ما تم اليوم الحديث عنه داخل أعمال القمة كان هناك 110 دول كانوا قد أعلنوا عن أهمية أن يكون هناك مضاعفة لما يخص موضوع الطاقة المتجددة والطاقة النووية وكان هناك حديث وتركيز على أهمية أن يكون هناك مضاعفة لهذه الطاقة ثلاث أضعاف في العالم حتى حلول عام 2050 يعني عبد الله هناك تركيز كبير وواضح على موضوع الطاقة المتجددة كما تعلم اليوم العالم يتجه إلى هذا الموضوع بشتى الطرق وشتى الوسائل من خلال المشاريع من خلال أيضا بعض المبادرات المتعلقة في الطاقة المتجددة أيضا يعني اليوم تم الإعلان عن موضوع الصحة حيث سيكون هناك يوم غد أيضا يوم مخصص للصحة والتعافي أيضا كان هناك على الهامش إعلان لمبادرات كبيرة مثل مبادرة أعلنت عنها دولة الإمارات فيما يخص تثقيف الأطفال ملياري ومئة مليون طفل في العالم سيتم تثقيفه فيما يخص موضوع المناخ والتغير المناخي يعني بعد هذه الكلمات عادة يكون هناك على الهامش لقاءات أيضا ثنائية بين قادة الدول والرؤساء وبين المنظمين وأيضا بين بعض المنظمات الدولية والمنظمات المعنية بالشأن البيئي وبالتغير المناخي أيضا كان هناك حديث كما قلت في البداية حول موضوع التخلي بشكل كامل عن الوقود الأحفوري واللجوء إلى أن يكون هناك بيئة أكثر صحية وبيئة أكثر خضراء من ما يحدث نتيجة هذه التغيرات في العالم والتغيرات المناخية إذن هناك جهود وهناك لقاءات وهناك تبرعات وهناك شخصيات كبيرة في هذا المؤتمر سنتواصل معك دانيا ومع الزملاء هناك للمزيد حول أحداث هذا اليوم وأيضا الأيام القادمة شكرا لك الزميلة دانيا المعايطة زميلة موفدة الشرق إلى دبي شكرا جزيلا لك إذن مشاهدين في اليوم الثاني من فعاليات قمة المناخ الثامنة والعشرين أكد رئيس المؤتمر سلطان الجابر على ضرورة اتخاذ خطوة جادة من دول الشمال إزاء الالتزامات المناخية تجاه دول الجنوب وأنا أريد دول الشمال نظيف جدد المناخية للمناخية للمناخ pete بالأخرى من كل مرحلة القناة من العلمان They must work hard, diligently and seriously To restore the trust of the Global South I see progress on the 100 billion dollar pledge I see progress and good traction on the Green Climate Fund And I'm hopeful that some more and new announcements are coming on the way الأرقام تبرهن نمو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لكن التحول نحو الحياد الكربوني يستلزم التغلب على تحديات تقف عائقا أمام التحول إلى الطاقة النظيفة نرصدها لكم في التقرير التالي 8 مليارات نسمة يتشاركون كوكب الأرض يتوقعوا أن يرتفع عدادهم إلى ما يقرب من 10 مليارات في عام 2050 ذلك يترافق مع ارتفاع مضطرت في الطلب على الطاقة بنحو 2% سنويا لمواكبة مستوى المعيشة المرتفع مصادر الطاقة راهنة تتوزع كالتالي 82% لصالح الوقود الأحفوري مقابل نحو 18% لطاقة المتجددة وهي نسبة تسعى الحكومات إلى رفعها لكن مسعها تصطدم بعدد من التحديات فمصادر الطاقة النظيفة مثل الشمس والماء والرياح والمد والجزر تتواجد حولنا بكثرة غير أنها لا تزال أقل كفاءة من الوقود الأحفوري السبب أن مصادر الطاقة المتجددة لا تتوفر طوال العام ما يعني أن هناك حاجة لتخزين الزائد منها خلال فترات ذروة الانتاج لاستخدامها في وقت التوليد المنخفض بيد أن هذا يتطلب مساحات واسعة من الأراضي وتقنية تخزين تمكن من نقل الطاقة بسهولة عند الحاجة وبكفاءة مقبولة تتصدر هذه التقنيات البطاريات أبرزها الليثيوم آيون التي قد تصل كفاءتها إلى 90% يليها تخزين طاقة المائية عبر الضخ بكفاءة تصل إلى 85% وتخزين الطاقة الحرارية عبر الضخ بكفاءة قد تبلغ 70% وتخزين الهايدروجين بكفاءة قد تصل إلى 55% هذه البيانات تعني أن التكنولوجيا المتاحة لن تتوصل بعد إلى طريقة تخزين تمكن من استغلال الطاقة المخزنة بنسبة 100% وهذه عقبة أخرى في طريق التحول نحو طاقة المتجتدة للتغلب عليها يحتاج العالم إلى ضخ المزيد من النفقات للاستثمار في الطاقة النظيفة فبالرغم من ارتفاع الاستثمارات العالمية في هذا المجال بنسبة 31% عام 2022 لتبلغ 1.1 تريليون دولار وهو ما يعادل الانفاق على الوقود الأحفوري فإن بلغ الحياد الكربوني يستلزم المزيد من الدعم ذاك يشمل الاستثمار في البنية التحتية بما يتضمن شبكات النقل لربط موارد الطاقة المتجددة النائية بالمراكز السكنية بمنظور أوسع لا تحظى مشاريع الطاقة المتجددة بإجماع شعبي عام ما يؤثر على قرارات الساسة إزاءها ضمان القبول العام ركزة هامة لتغلب على هذه التحديات مجتمعة